ان شاء الله تعالى حنفوت على الفكرة لكن في تفاصيل صغيرة لازم تعرفها قبل ما نفوت على شرح مشروعنا يعني اوه مشروع الحرعية المالية خليكنا لذة الانجاز التي تعقب الجهد والتخطيط الانتصارات الصغيرة التي نحققها عندما نمحو اول مهمة من دفتر اعمالنا القوة التي نرزق بها عندما نتخطى الصعاب وعن شعور الخفة التي يصاحب القلب عندما نحيا لهدف نراه قريبا مهما بعد نستيقظ صباحا وعقولنا تهمس ايها المنجزون لأحلامكم نحن اللاحقون لطريقكم سنصبو للنجاح كما فعلتم يزداد ايماننا ان المستحيلات يجعلها الله ممكنة اذا ما ثابرنا وعليه توكلنا الحقيقة وقت وصلت اسطنبول قررت اني ابحث عن عمل استراتيجي يعني من خلال تجربتي انا كل الاعمال اللي منشتغلها لحنا تتعلق بمنطقية معينة يعني مناطقية معينة او تتعلق بشريحة معينة من الزبائن او باقتصاد معين او سياسة بلد معينة مهددة للانهيار ولو اسست فيها 10 سنين او 15 سنة مهددة تنهار لانه متعلقة بمجتمع صغير ببلد ببلدة او بمنطقة معينة وبتتبع لاختصاد معين وسياسة معينة فلذلك انا فقت لهذا الموضوع بعد ما صارت الحرب في سوريا وعرفت ان اقتصادنا بصراحة تراجع كتير وشركتي اللي انا بنيتها واللي اسستها بصراحة مععد تحسن تحمل نفقاتها بين عام 2015 و2019 حققت نجاحات لكن مو بالطموح هاللي انا عبطت محلوه فبعام 2019 كنت عبت ببحث اكتر كيف انا ممكن كون استراتيجي او عالمي كيف ممكن اعمل شغل على مستوى العالم كيف ممكن اعمل شغل ما يتأثر ابدا بالبلد ولا اقتصاد البلد ولا سياسة البلد حتى احنا بالبلد اللي عايشين فيها ايضا كمان تمرق بازمات اقتصادية وازمات سياسية اللي بتأثر عملنا وبتنهز اشغالنا طب كيف ممكن انت اليوم تعمل عمل استراتيجي يكون عالمي عابر للقارات ما يتأثر ابدا بسياسة بلد او اقتصاد بلد بالاضافة خلينا نحكي كمان عن الوظائف هل يترى الوظيفة اليوم امنة ابدا اليوم كل الاشخاص اللي موجودين بالوظائف ايضا معربين ومهددين انه يفقدوا وظائفهم تحت اي ظرف ممكن اليوم الموظف يكون شاعر بالامان لكن انا بسميها منطقة الامان المزيفة منطقة الراحة المزيفة ليش؟ لانه هي الوظيفة الي انت ممكن تعمل لها سنة وسنتين وثلاثة وخمسة وتشتهد وترفعه طب ممكن بلحظة تفقدها وهذا الشي ما نشوفه كتير طب ممكن تفقد وظيفتك وانت فعلا ما عندك ولا مورد اخر كيف حتتصرف وانت عندك عائلة وعندك التزامات وممكن تكون انت ايضا في عندك نفقات اخرى رتبتة انت حسب مدخولك ممكن تكون صوتة ممكن تكون ديون فكيف انت حتتصرف بعد خمس سنوات او عشر سنوات من عمل وظيفي انت ما اعتقد انه هذا هو الامان انك انت انت خلص بالامان انت بمنطقة اسم الراحة وهي فعلا راحة مزيفة وامان مزيف فلذلك كيف ممكن حضرتك يكون عندك عمل تضيفه ل الوظيفة الي انت عم تعملها وبعد سنوات يخليك انت حر وتستغني عن وظيفتك وفعلا تصير بالحرية المالية وحتى اذا كان انت استمرت مع وظيفتك بس ما بتكون ابدا عندك مخاوف من انك تفقد هاي الوظيفة لانه انت عندك مدخول ارادات اخرى ان شاء الله تعالى هاشرح كيكم كانت تكون حر ماليا لكن لابد انه نمرو على بعض التفاصيل لحتى نحسن نربط الافكار خليكن معنا